طبعا يا أنا كنت بي اسبانيا والطقس كان بارد جدا ولكن عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر صفحاتكم انتو خصوصا لمست دفا مممم مضبوط كيف كان الاختبار مع حمل الدفا شكرا لزم تكون معنا لقلولي شو حصيتו التجربة كانت رائعة جدا أنا اول مرة باحضر حمل الدفا في لبنان اول مشاركة لي صراحة في عملتنا طوية في لبنان من وقت ما جئ الحضور كان رائع التكاتف كان رائع توزيع المهام كان رائع التنظيم كمية التبرعات اللي وصلت كانت فعلا هي الدفع الحقيقي طيب وعد أنت حسيت أني تربتي أكتر من فريق العمل لمجرد أنه لتقيته على عمل تطوعي صحيح من أحد الأنشطة يلي هيك بتقريب فريق العمل دائما أكتر كانت دفع والتواجد دائما خارج أماكن العمل بس هم بدأوا شغلة مهضومة عن سارة هلأ إذا في تقرير صحيح رح يشوفوا المشاهدين أنه سارة قالت أنها أول مرة تجع على هيك واضح لأنه اجت بالكعب والساك والعوينات أول ما وصلت سارة أنه سارة جايين نشتغل نحن كل جايين من الحلقة نحن كل طلعين من الحلقة لسراحة أنه أكيد يعني لما لمست جوهر الموضوع تخلت عن كل شي معنا أنا أتعت أكتر لأنه كنت بشتغل يعني أنا جاي من لبس الشغل لأنه إحنا طلعنا فعلا مباشرة بعد الحلقة عشان نتواجد مع زملاءنا نحن ننضم لعلوم بكل الأحوال أنا افتقدت لهذا الأمر بس رح تابع بالتقرير التالي حملة دفع كما ذكرنا مشاهدين حملة دفع هي حدث إنساني كبير شهدته بيروت الهدف منه مساعدة العائلات الأكثر فقرا من لبنانيين ولاجئين في مختلف الأراضي اللبنانية الزميل محمد غملوش كما الزميلة سارة والزميلة وعد شارك في هذه الحملة واكب هذا النشاط وعاد إلينا بهذا التقرير حملة دفع تفيد خيرا من قلب بيروت لم يكن صباح يوم الأحد في العاصمة اللبنانية بيروت صباحا عاديا فإن كانت نشارات الأخبار تحدثت عن صباح دافئ جاءت روح الخير المنبثقة من حملة دفع لتزيد الصباح دفعا على كل من حضر في ساحة الشهداء صباحا نور غاملوش كيف الأجواء والله بصراحة المشاركة متع صباحا نور مبينة أنه الفريق التقني متعنا كشباب هو اللي يشتغل أكثر من البنات مع الأسر يعني بحذور راوية وهيبة ووعد وسارة لكن هيدا الحكي غير مقبولة على الإطلاق جملة وتفصيلة من جميع المناطق اللبنانية تجمعوا لبنانيون سوريون المقيمين منهم والنازحون كبار السن وصغارهم ارتدوا ثوب الإنسانية المشاع واستهلوا يومهم من العاشرة صباحا قيم اجتمعت تحت شعار من خيرك ساعد غيرك مجرد ما أنت عم بتساعد عالم بيكون شعور حلو يعني شو ممكن لو ساعدتوا بشي بسيط بأثر فيك فهون بتشوف أنه من كل الطوايف من كل الأعمار عم بيساعدوا بعد فشعور كتير حلو يعني وندعي الكل ينزل يشارك تسنين من الباقي حملة دفع حملة بتعقد يعني خصوصاً نعم نشوفوا اليوم قد هيك عم تشوف فيه شغل اجتماع على نحو اجتماعي تساعدوا أنتوا قد ما فيكون لأنه بعدين يمكن تكونوا عايزين شغله كمان ما طرين حدا يساعدكم فيها من هبة إلى راوية فأمين فوعد أكياس من الخير تتنقل بين فريق عمل التلفزيون العربي كاملاً في بيروت فمن الستوديو إلى ساحة الشهداء تختلف الأماكن والرسالة واحدة نعم لفعل الخير حبيبتي سارة عنديك أي تعليق على التقرير؟ استفزتك وأنا شفت أكثر واحدة عطيت بيناتكم هي سارة زلمتها يا وعد أكثر واحدة صورة لمصور وين أثر الحملة عليك زلمتها يا وعد دليل على أنكم منتشرة في الحملة بس عاوزة أقول حاجة حلوة يعني أنه أنا في التقرير قلت أنا فعلاً ما كنت عارفة أنه إحنا فعلاً بنصور بس قلت أنه أنا بتمنى أن حملة دفع تتعمم في كل أرجاء الوطن العربي الخبر الحلو وأنا بتشرف أنه أنا أقوله من هنا ولسه أقول للمشاهدين بتأكيد تفاصيل أكتر بس يتقنن أنه فعلاً حملة دفع من خيرك ساعد غيرك بدأت تتعمم وجاتني أخبار أنه هي الآن بتقوم في مكان آخر من الوطن العربي صح يعني حيتساعد فيها ناس كمان وحتتتعمم يعني أنا بنتظر أنا عاوزة أقول لكل المشاهدين في كل مكان من الوطن العربي فعلاً البرد داخل فعلاً الجو بيكون قارس على الناس المحتاجة عمموا حملة دفع عندكم خلونا نسمع أنه في دفع تونس خلونا نعرف أنه في دفع مصر السودان العراق سوريا الخليج في كل مكان الإنسانية يعني كل أحوال الإنسانية لا وطن لها صحيح لا وطن للإنسانية خاصة أنه فعلاً يعني وأعتقد أنه حملة دفع أيضاً منذ ثلاث سنوات انطلقت أثر يعني وجود العائلات النازحة والمشردة في العراق خلال التقس البارد فكان لابد من القيام بخطوة لتحميهم وتحمي باقي طبعاً المحتاجين